الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحبه ومن ولاه جباله اللي يكون السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته لكفال الله مئة وحسرتها لحلقة الله حلقة مئة وعشرة قزوة بدر الموعد ويجب على قزوة أحد العام القابل نلتغي عندما تتبه لكم سألوا وعودة مع له أبو السفيان والنبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وقيادة النبي وهم المشركين بقزوة أبو السفيان ولموعدين اللي دي بهم هذا مجراء لقلنا رقيته كفحص له دي بقلنا موعدين اللي أبو السفيان وعود على عمع الأحد يقل السنة ثلاثة منتقلها الليت معركات قنية مثلكم اللي كان دي بقدر دي بكين دي بقدر قلنا نتقابل بيليوم كعلا دي بشهر شعبان أياني النبي صلى الله عليه وسلم سنة أربع حجرية لأنه لهذا سنة ثلاثة حجرية على معركات أحد ولا سنة أربع حجرية النبي صلى الله عليه وسلم مصلوا فقرة السحابة من ننص اليوم فقروا وخرج الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حسب لموعد لقابل على وابا سمان يوم قصوا أبو السفيان والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قل أبو السفيان لتاكوا على ودي بالله بدر وثمان يوم قصوا وألف وخمسمائة مقاتل على ومن مسلمين مثل بك النبي صلى الله عليه وسلم وحسر وعسر من أفراس على قلهم وللوقنا يا مسلمين علي بن نبي طالب رافع على ودي بمدينته يعني عبد الله بن رواح على استخلافها إلى حدقا لكن أبو السفيان دي بك أطلف نفر فقرة وخمسين فرس من دنساء ودي منتقات مرة الظهران لتبهر دي با تكرر قروب من مجنة لا كان ما يبدي با وكان مشهورات دي بلا كان اللا تكرر وسوق على دي ببادير يا مجاهليت دي با تكرر وفرات مطعيو وروحوب مطعيو وربي دي با لبوا فرات إلاك وذا كبيه ليوم إلا سنت إلا سنت سافراتا وسنت سنت يكو اللي ولا سنت لكال إيد لنوايكم سنة من لتبقس وحليب من ستو وحليب من دا اللاك ونواي نبراً دا بعلقوا سنت سنت دم دنتم لحيساكم ولا سنت إلا من ناقبل لحيسا النبي اليوم وأورو عارضا يقلبوا وباله يعني سك مكا عقبالا من اللا كان إلا وأن المسلمين والنبي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابته الأيام لدي بدر على واقل من بدر قبيته وكان عداقاته ولحلف ولما تماتا وسوقتا دي بلا كان تني أدبو لدرهم لأورو كرؤو درهم أدبوه واندفوه واندربحو وتجارة سنة ودوه سكر المدينة المنورة أقبلو إلا من إلا وكاد إلا سك سنة خمسة هجرية قبيته وسكر مدة سنة قبيته تقريباً لمنطقة أمن مرة آمنة قبقت والنبي صلى الله عليه وسلم سكر له حدود ولا مناطق له كله أمنه وراتبه والمنطقة أنتزمت وسكمة قطاع طول خلو دي دومة انجلد دومة الأجندل دي بربيع الأول سنة خمسة فقراء النبي صلى الله عليه وسلم أسك لها بعد حا وأعني الأمن بسطة دي كله أنتشرا منطقة آمنة قبقت قد بدر الموعد ذكرنا أن أبا سفيان كان قد تواعد في أحد على حرب في العام القادم فلما دخل شهر شبعان سنة شعبان سنة أربع هجرية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حسب الموعد وأقام بها ثمانة أيام ينتظر أبا سفيان وكان معه ألف وخمسمائة مقاتل وعشرة أفراس وعاطى اللواء عجيباً بي طالب واستغلفاً على المدينة عبد الله بن رواح أما أبا سفيان فإنه خرج في ألفين مقاتل وخمسين فرساً حتى انتهى إلى مر الظهران ونزل على مجنة على مجنة ماء مشهور في تلك الناحية وكان قد أخذه الرعب منذ خروجه فقال لأصحابه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجرة وتشربون فيه اللبن وهذا عام جدب وإني راجع فرجعوا فرجعوا ولم يبدو أي معارضة وقد باع المسلمون أيام أقامتهم ببدر ما كان معهم من أموال التجارة وربحوا درهمين بدرهم ثم رجعوا وقد هابهم كل عدو وساد الأمن في كل جانب حتى مدى أكثر من سنة لو لم يجترق الأعداء على أن يحركوا ساكناً واستطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل هذا الأمن أن يتفرق لتأمين أقصى الحدود حتى خرج لتأديب قطاع الطرق إلى دومة الجندل في ربيع الأول سنة خمسة هجرية فبسط الأمن والسلام في كل جانب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته